ما قاله بقى الهاني سليمان النهاردة ما فهمتش بص لقطت في منتهى الغرابة للهاني سليمان حريس كبير والله وخبرات كبيرة جدا أخطاء ما يقلطهاش الهاني سليمان هتقولنا يا جباعة بقى الحالتين بتوع الهاني سليمان الهدف الأول والهدف التاني للأهل عشان عايز الكابتن أمير يقول لي هو كان إيه في اللحظة دي كان إيه أنا عايز أقول لك على حاجة يا كريم أنت قلت حاجة مهمة جدا أن الكلام ده ما يقللش من هاني سليمان الهاني سليمان جول كبير ودولي طبعا لكن الناس دايما بتبص ودي مشكلتنا لأسر الناس بتبص دايما في الوقت الحالي الهاني سليمان مش في الوقت الحالي خالص الهاني سليمان بقى له فترة من بعد الكابتن أحمد ناجي ما رح سلمك يا كروباترا أيوه الهاني سليمان وهو فيه حاجة مش مظبوطة فيه عدم تركيز فيه اللياقة بتاعته مش ده الهاني سليمان وخصوصا أنه هو سنه يعني كبير في المفروض أن اللياقة بتاعته طبيعي السن كل ما يجبر اللقاء بتقل لكن كان في وجود الكابتن ناجي كان الهاني سليمان من أكتر الناس اللي كانت فايقة اللي جوان اللي كانت موجودة في مصر كانت فايق تاني حاجة كان طبعا معروف عن الهاني سليمان كانت بضيع وقته وقعه وإلى آخره كابتن ناجي شان منه كل السلبيات دي وخلاه كان بيقدم مستويات كويسة بعد الكابتن ناجي لما رح سلمك يا كروباترا الهاني يعني بلغة كرة ضرب غطس شوي مش من النهاردة بس خلي بقى لك إحنا لو هنتكلم على هاني سليمان هاني سليمان جول كبير جول مستويه هايل وجول موهوب وبيقدم ممستويات كويسة جدا ولكن زي ما قلت لك الفترة اللي أنا كلمت عليها دي كان مش دا المستويه لهاني سليمان وخلي بقى لك يمكن هاني كمان في موطشات كتيرة جدا كان ليه دور كبير جدا مع اسموحة أنه هو يحافظ على النتيجة ويمكن أنا كنت معاك آخر مرة هنا كان جنيه دور في التعادل السلبي في الدوري ضد النادي الأهلي فماتش النهاردة الهاني أنا شايف نجة نظره أن الهاني مكانش مركز الهاني يعني سمعت فيه ناس كان بتتكلم أنه هو على الفيسبوك وهو لآخره الكلام دا أنا سمعت لكن أنا مش هتكلم على اللي أنا سمعته أنا النهاردة حتى كان فيه نقاش بيني وبين زميل قبل ما أدخل الهو هو بيكلمني وقال لي دا ايه وقالت له دا عدم تركيز فراح قايل لي الجملتين اللي ايه اللي أنا بقى سوشال ميديا دي سوشال ميديا فالطبيعي للعيب الكرة كريم لازم يبعد عن سوشال ميديا أي لعيب عايزي بقى مستوى كويس وخصوصا في مصر أنت النهاردة في مصر فيه ناس للأسف بتكتب نقد وخلاص الناس بتروح معاها فيه ناس ما بتبقاش فاهمة كويس أوي لا وإنت لما تخش تهزر مع الجماهير أنت كده سلمت نفسك للهجوم والانتقادات دا أنت طوعية يعني دلوقتي بتقول مثلا أنا مثلا ممكن أعود هنا أقول إيه الهاني سليمان حارس غير جيد بمزاجي أقولت كده فده استفزك ودايئك وخلاك تطلع بره تركيزك لكن أنت طوعية روحت للناس قلت له بخش هاجموني وانتقدوني وطلعوني بره التركيز طوعية طب يا دي دلوقتي أنت اللوقتي مفروض أن أنا وأنا نازل يعني حتى كنت بارده مع الزميل قبل ما أطلع الهوى كنت بتكلم بقوله أن الواحد الحمد لله هو كمان بيتكلم عن علاقتي كأمير عبد الحميد بجمهور النادي الزمالك والأهلي والمصري والاتحاد والإسماعيلي كويسة أنا كنت ما بقى جالعب الواحد الحمد لله طالما بتحترم الجمهور أي أن كان الجمهور مين بتحترمه طبيعي أن هم يحترموك فأنا النهاردة الهاني سليمان الوقت الحالي لأ أنا لازم أبعد عن السوشيال ميديا خالص لازم أركز أنا جول كبير ليا إسمي بقاله فترة كبيرة جدا بقدم مستوات كويسة بقاله كام سنة بيلعب أساسي مع الاتحاد السكنداري ومع اسموحة فكان لازم الهاني يبعد كل البعد تاني حاجة أنا بلعب النهاردة ماتش مهم كاس ضد النادي الأهلي فلازم يبقى تركيزي عالي أول مرة تحصل الهاني سليمان أعتقد أنه هو خلال 12 دقيقة 13 دقيقة يتم تغييره بس ظلط كده بس أنا شايف من وجهة نظري أن كان لازم المسؤولين يعودوا مع الهاني بعد الماتش الطبيعي أن الهاني حارس كبير وأكيد حيشيل الدوري النادي سموحة في الدوري الفترة اللي جاية وهيبقى ليه دور فلازم الناس تتكلم معاه بشكل بعد الماتش كابتن طرق العشري أو المدرب الحراس أو الناس على الإدارة لازم تتكلم مع الهاني لأن الهاني ليه دور كبير جدا حتى لو ما لعبش وما شاركش لازم في القوضة برا القوضة خبرات كبيرة وهو كابتن التيم وعايز أقول حاجة كمان هكريم سريعا يعني أنا برضو من ضمن الناس اللي كنت من فترة كبيرة جدا في بعض البرامج قلت الهاني سليمان ما يفعش نادي يعتمد على حارس فقط أنا عندي عمر صلاح حارس من ناشين نادي الزمالك لعب نادي الزمالك لعب نهائي كونفدرالية منتخب أولمبي منتخب أولمبي فهو حارس عنده برضو خبرات ولعب وشوفناه في الدوري في مطش الزمالك عمل مطش كويس جدا بغضر نظر عن الأهداف اللي دخلت أنا كنت ليا وجهة نظر تانية إن الهاني في بعض المطشات حتى في الدوري لازم يريح دي السببين السبب الأولاني أحافظ على هاني أدي فرصة لعمر صلاح السبب الثالث إنه النهارده يبقى عندي حارسين يشيلوا نادي نسموحها صح فأنا شايف إن كان الهاني سليمان كان لازم يرتاح يعني شايف إن الهاني سليمان محتاج يرتاح الفترة اللي جاي آه لازم شوية يبقى تحطع كمان على الدوطات ده